أبلغت إيران مجلس الأمن الدولي أن غارات شنها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أصابت سفارتها في صنعاء محذرة من أن أي هجوم مماثل ستكون له تداعيات خطيرة ذو قتل تسعة عشر شخصا على الأقل في قصف لطيران التحالف العربي على مواقع يسيطر عليها الحوثيون وذكرت مصادر يمنية أن ثلاثة عشر من مقاتلي الحوثي قتلوا في الغارات التي استهدفت مواقعهم في محافظتي مأرب شرق العاصمة صنعاء وإب وسط البلاد